في مدينة كابل وعلى إحدى التلال القريبة من بستان بناه الإمبراطور المغولي ظهير الدين بابر يقع تل المدفعية تل مشرف على أجزاء كبيرة من المدينة ويستمد شهرته من مدافع كانت تستخدم لأغراض عسكرية وثقافية وللإعلان عن مواعد وأوقات مثل أوقات السحور في شهر رمضان أو رؤية أهلة الأعياد اكتسب هذا التل شهرته من هذه المدافع التي نقلت إلى هنا على ظهر الفيلة وكانت تستخدم لإعلان المواعيد والأوقات كالإعلان عن الصوم والإفطار أو مواعيد الصلوات أو بدء الدوامات الرسمية وانتهائها كل هذا كان يتم من خلال هذه المواقع وبإطلاق عدد محدد من الطلقة النارية على هذا التل الذي تبلغ مساحته العلوية حوالي ألفين متر مربع ويبلغ ارتفاع أسواره ستة أمتار يوجد مدفعان كبيران للبارود مثبتان على الأرض والإعلان عن أي حدث مرتقب أو ميعاد محدد كان يتم من خلال إطلاق نيران مدفعية يسمع عدويها في أرجاء المدينة هذا أثر تاريخي يعيد لنا ذكريات الأيام الماضية في بلادنا يقولون إنه في قديم الأيام لم تكن هناك ساعات وكان السكان ينتظرون سماع عدوي هذه المدافع ليعرفوا الوقت الآن وفي أيام العيد والإجازات يأتي بعض الناس لرؤية هذا المكان والتعرف إليه تقول الرواية الشعبية إن الحكام سابقا كانوا يلجأون إلى إطلاق النيران من خلال هذه المدافع لاستعراض القوة وتخويف السكان ومنع أي تمردات شعبية أيضا ونظرا لمكانته العسكرية كانت تل هدفا لأي مجموعات مقاتلة وعليه فقد تضرر خلال الحروب لمرات كثيرة وأعيد بناؤه ولا يزال المكان يحمل أثر تلك الحروب من هنا وفي زمن غير بعيد كانت السلطات تعلن الأوقات والأعياد طلقات هذه المدافع كانت عبارة عن دقات ساعة وبيانات إعلامية يمر الزمان بسرعة ويتحول المكان شيئا فشيئا إلى معلم سياحي محمد قاسم العربي كابل محمد قاسم العربي كابل